اشتركوا في القناة اللي بتحمي البيئة وبتحقق التنمية المستدامة وخلي بقى لحضراتكم البنك الاهل المصري بقى له اكتر من 20 سنة بيمول مثل هذه البرامج برامج مشروعات التمويل الاخضر كلها مشروعات تخدم البيئة وتقلل من الامبعاثات الحرارية مصر من اولى الدول اللي اكدت قدرتها على تقليل الامبعاثات الحرارية لضبط التغيرات المناخية اللي بيعاني منها العالم اجمع البنك الاهل المصري اكد اهمية تمويل المشروعات الخضراء التي تخدم البيئة وتمنع التلوث وقال ان كل هذه المشروعات في كل الصناعات المصرية قادرين على تمويلها لتحويل مصر الى دولة قادرة على مكافحة التلوث وتحقيق التنمية المستدامة ده مصر بتسعى ليه بالفعل وبقوة تحقيق اهداف التنمية المستدامة كمان البنك الاهل المصري اكد خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي في شرم الشيخ انه الداعم الاول لكل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية ودي حقيقة بالفعل بقالوا اكتر من 20 سنة بيقدم كل اوجه الدعم والمسندة لكل المشروعات التي تخدم البيئة وبتحقق التنمية المستدامة ده كان اخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة الكهراء والناس اتنين وبرنامج حضراتكم الجدعان اشتركوا في القناة